هيسن بيه الحقيقة الاسبوع اللي فات او العشر تيام اللي فات تحديدا كانوا مليانين بالوقائع والافعال اللي مش بس كانت تحت طائلة القانون وفي المحاكم وفي النيابات لا كمان كانت بطار رأي عام واهتمام جدا من السوشال ميديا ومواقع التواصل فخلينا نمسيكم واحدة واحدة كده ونشوف شكل الوقعة ايه والقانون بيقول فيها ايه خلينا نبدأ بالوقعة الاهم لانها فيها النجمة الاشهر وهي الخاصة بالفنانة من نشلبي اللي تم دبطها منذ اسابيع في مطار القاهرة وبصحبتها بعض المواد اللي قيل وقتها انها مواد مخدرة وبعد تقرير الطب الشرعي او المعمل الجنائي تأكد ان فيها مواد مخدرة ثم احيلت الى المحاكمة وخدت حكم اسمه كده سنة حبس مع ايقاف التنفيذ بالاضافة لغرامة عشر تلاف جنيه طبعا سبعت بقى الناس اللي عادت فاتت وقيت لك ده حكم مخفف او التاني وقال لك لا يا جماعة ده حكم قاسي على مش عارف باعتمارها اول مرة واثنين انه ايقاف التنفيذ ده معناها انه هو يعني الترماخة وكلام كتير اسمعناه اشرح لنا بقى الواقع بالراحة وهدك الحكم لما يصدر حكم قضائي بالحبس مع ايقاف التنفيذ ده ادانة 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 يعني هدك النهاردة لما هتيجي تشوف اسباب الحكم لما هتطلع هدك هتلاقي ان الواقع ثابتة في حق المتهمة لكن ايقاف التنفيذ ده بيبقى من سلطة القاضي لاحد الاسباب لا عدم ارتكاب المتهم لجرائم قبل كده لماضي لاخلاقه لانه هو لو شاف لو تنفذ عليه العقوبة هيكون اضرارها اكبر يعني ظروف معينة القانون كفالها للمحكمة انه ممكن تقضي بايقاف الحبس طالما العقوبة لم تتجاوز سنة عشان كده المحكمة نزلت بالعقوبة درجة عشان توصل بيها انها تقضي ضدها بالحبس لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ يعني لو كان الحكم بالتلات سنين مفهوش ايقاف التنفيذ لا هو لازم يبقى سنة اه تمام فعشان كده المحكمة نزلت درجة وقضت بالحبس لمدة سنة مش بعقوبة السجن لان دي جريمة تعاطي مخدرات عقوبتها السجن فهي نزلت درجة وقضت بالحبس لمدة سنة مع ايقاف التنفيذ طبعا ده من صلاحيات المحكمة تمام طبعا من صلاحات المحكمة ومش بالضرورة أن المحكمة تقول هي أوقاف التنفيذ ليه لا حتكتب في الحكم حتكتب حتقول أن نظرا لماضيها نظرا لأن دي أول سابقة نظرا لأن ضرر نظرا لسن المتهمة أي من كان اعتبار المحكمة اللي حتحطه في أسباب حكمها لازم بتقول أسباب حكمها لكن أنا دائما بشوف أن الحبس مع أوقاف التنفيذ يعني حيثك النهاردة لو تم ارتكاب جريمة عقوبتها شهر في خلال التلات سنين حيتنفذ عليها السنة السنة الموقوف تنفيذها الموقوف تنفيذها يعني من نشلبي خلال التلات سنين أي مخالفة تعملها تاخد فيها حكم يتنفذ عليها العديم والجديد أي عقوبة حيصدر ضدها ولو بالحبس لمدة شهر حيتنفذ عليها السنة فالأمر مش زي ما الناس متخيلة النبراءة لا هنا في ناس قلت لك قلت لك خاف التنفيذ يعني براءة لا هو دا مش براءة خالص أنا بقول حراكة اللي يقال علشان الناس تبقى فاهمة تكييف القانون لا ما أنا بوضع لعيادك إن النهاردة يعني أنا دخلت في سجال مع واحد بقول له سنة حبس مع خاف التنفيذ قال لي أهي أنا هتحبس قلت له لا قال لي يعني براء قلت له لا مش براء اللي انت قلته بالضبط قدينة كذا 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 قال لي يعني هتتحبس قال ليه بابرة فهي دي بقى التكة ما هو هي للأسف أي موضوع بياخد بعد رأي عام أو الكلام ده كله الناس ببصّلوا بالمنظر ده أو بالهدف ده يعني أنا كان عندي وقعة لجريمة اتجار في مخدرات بإذن نيابة وتشكيل عصابي وإحراز أسلحة نارية للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة والحمد لله قدرنا نحصل فيها على براءة هل معنى كده أن دول يبقى فيه بقى وعد ليهم وإزاي يخدوا براءة لا هي كل قضية وليها ظروفها كل قضية ليهموا لابستها النهاردة ما فيه فنانين كتار وفيه إعلاميين وفيه ناس كتير معروفين في المجتمع اتنفس عليهم أحكام بالحبس لكن مش شرط أن الواقع النهاردة وتيجي تأخذ حكم إيقاف أنا بالعكس أنا بشوف النهاردة لا براءة يا إدانة لكن هنقول إيقاف تنفيذة ما قانون المخدرات كفل للمحكمة الإداء في أحد المصحات يبقى حيث يتقال وقتها لو تنفذ بند زي ده أن ده عشان خطر فلانة لا هي النهاردة من حقها كمان أن هي تطعم بالنقد لأن النهاردة الحكم الناس لما تشوفه طب ما هو كلنا مؤردين أنه واحد لو ماشي بعربية ولا حاجة خبط حد يصدر ضده حكم جنائي معرض أن شيك بدون رصيد يصدر حكم جنائي النهاردة يعني على مدار ثلاث سنين السكينة بتبقى فوق رقبة المتهم اللي واخد حكم مع الإقاف تمام تمام